تحل اليوم الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو عندما انتصرت القيادة العامة للقوات المسلحة كعادتها للشعب بيان وضع خارطة طريق لمرحلة حرجة من عمر الوطن وصولا لحلم الجمهورية الجديدة في الثالث من يوليو من عام 2013 نزل الملايين من المصريين إلى الميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لانقاذ البلاد بعد ارتكاب جرائم بحق مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وانتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطابة التاريخية الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتح السيسي وزير الدفاع أنذاك معلنا هارطة المستقبل إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغد بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري كعادتها دوما تقف القوات المسلحة على العهد في مساندتها لأبناء شعبها وأمتها فاستمعت لنداء الملايين التي احتشدت في الميادين وتلك التي علت أصواتها رفضا للوضع القائم آنذاك بيان الثالث من يوليو المحروسة جميعها في لحظة انتظار مهيب لكلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليخرج ويعلن استجابة القوات المسلحة لنداء الشعب معلنا لحظة الخلاص من جماعة الظلم والظلام بخارطة مستقبل توفقت عليها القوى السياسية والشبابية في البلاد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا أعلنها حينها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهتف الشعب فرحا نحن في مرحلة جديدة وبدأت خطوات تنفيذ خارطة المستقبل المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مؤقت للبلاد وتوالت الخطوات بدستور جديد للبلاد ورئيس انتخبته الملايين بإرادة حرة لتدخل البلاد إلى مرحلة من النمو والازدهار السياسي والاقتصادي وأصبحت ربوع مصر على موعد مع مشروعات كبرى أعادت لمصر وجهها المشرقة من جديد